وقرارات محكمة العدل الدولية اليوم توقيتها واستقبال العالم ليها سواء دوليا أو حتى عربيا ومدى إلزاميتها لإسرائيل إلزامها لإسرائيل بهذه القرارات وتنفيذها نعم أشكر حضرتك على الدعوة الكريمة ودعينا نقولها في نقاط محددة أن هذه القرارات بتنوعاتها يعني سواء كانت بوقف العمليات أو بالسماع للجان التحقيق بالدخول إلى عدر العربية المحتلة وقطاع غزة للتحقيق فيها للتماد بارتكاب وقاع لبدل الجمعية الموافاة المحكمة بتقرير خلال شهر بالإجراءات التي تخذت إلى أغلق القرارات ولكن يبقى القرار الأهم وقف العملات العسكرية فورا في قطاع أو في رفع هو الأساس الذي يمكن أن أتحدث عنه أو هو الأهم اليوم في قرارات المحكمة الجانية الدولية الحقيقة أن هذا القرار هو يعني رغم أهميته بشكل أو بآخر عن مستوى القانوني والمعنوي ولكن هو التقرير الواقع العالم كله ينادي العالم العاقل ينادي ويطالب الإدارة الإسرائيلية ودولة جيش دولة احتلال بالتعاقف عن العملات العسكرية وبالامتلاع عن ارتكاب الجرائم التي تشكل أو الواقع التي تشكل جرائم بمختار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الأمر يتعلق بأن هناك أيضا تأكيد من جانب المحكمة الجانية الدولية للكثير من وجهات النظر التي كانت تؤيد مثل هذا الأمر وعلى رأسها الدولة المصرية نحن لا نقول أن المحكمة قالت أننا نؤيد مصر ولكن القرار المصري أو وجهة النظر المصرية من البداية تتوافق مع وجهة النظر العاقلة المجردة التي تستهدف إحقاق الحقوق الدولة المصرية ومنذ اللحظات الأولى لنشوف هذه الأزمة بعد أحداث السبع من أكتوبر الماضي أعلنت على لسان الرئيس المصري عن فتاح السيسي في لقائه الأول مع أو في استقباله نوزير الخارجية الأمريكي وكان لا فتن أن الرئيس كان حريصا على أن يكون الموقف المصري واضحا بشكل لم يكن معهودا عند لقائه بوزير الخارجية أو استقباله في مقر الياسة أراد الرئيس أن يكون رد فعل مصر على الهواء مباشرة ربما استقرأ الرئيس مبكرا ما يحدث الآن من الدعاءات ضد مصر بصعب هذا الموقف المصري الواضح وثابت منذ اليوم الأول لهذا العضوان تجاه القضية بلا أن شك وكان الرئيس حريصا على أن يقول للوزير خارجية أمريكا مفردات الموقف المصري على كافة جوانبي السياسية والوجستية والمساعداتية وكل الاتجاهات بشكل واضح على الهواء مباشرة لكي لا يكون هناك لبس نذكر أنفسنا أن الرئيس كان حريصا على التأكيد أن مصر ترفض وتدين أي محاولات بالمساس بالمدنين هنا أو هناك الرئيس كان حريصا على التحذير من أن مصر ترفض أي محاولة لترحيل مشكلة غزة إلى أي دولة من دول الجوار وبالتأكيد كان الرئيس يقصد الدولة المصرية الرئيس كان حريصا على التأكيد على أنه لا حل لهذه القضية التي طال أمدها إلا حل الدولتين وهو الحل السياسي الذي يضمن لكافة الأطراف وللمنطقة هدوءا وسلاما الرئيس أيضا كان حريصا على التأكيد على أن دوائر العنف التي دارت خلال السنوات السابقة لم تؤتي إلا بضحايا ويومها قال الرئيس أو حشد الرئيس أو أعلن الرئيس الحصيلة التي وقعت خلالها وقعت خلالها ضحايا من الجانبين خلال الدولات الأخرى من العنف في مبين غزة أو مبين حماس ومبين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن هنا دعينا نقول وليس الأمر في مبالغة بحكم أننا نتحدث من التلفزيون المصري لا الموقف المصري ومنذ اللحظة الأولى هو الموقف الوحيد في العالم الذي لم يتلون الذي لم يتأرجح يمينا أو يسارا وهو ثابت منذ البداية رأينا كثير من الدول الأوروبية رأينا كثير من الدول التي كانت تدعم إسرائيل تتراجع بعد أن حدث نوع من أنواع التصعيد في الرأي العام الداخلي احتجاجا على مواقف هذه الدول ومن هذه الدول دول أوروبا وبعد دول أوروبا غيرت مواقفها يبقى كما قلت وكما أشير أن الموقف المصري وبشكل متجرد هو الموقف الثابت منذ اللحظة الأولى الموقف المصري أيضا تطور فيما تعلق بمسألة إدخال المساعدات الدولة المصرية بشكل أو بآخر بإضافة إلى الأمور الإدارية والاتصالات والتفاوض الدولة المصرية هي الدولة التي لها ما يجاوز 80% من المساعدات التي أدخلت منذ 7 أكتوبر حتى توقف المساعدات قبل أسبوعين 80% من هذه المساعدات من الجانب التنفيذي للدولة المصرية أو الجانب الأهلي هذا هو الموقف المصري بمجملة